على مشاركة المرأة بالذات، يعني مشاركة السايدات هل حالتك شايفة دلوقتي أن مشاركة السايدات في المجالات الرياضية هي يعني فيها ازدياد أو فيها يعني تطور بشكل معين وزي ممكن نكون بنشجع المرأة أن هي تشارك أكتر في الأنشطة الرياضية أو في الأندية الرياضية بشكل يعني فردي أو بقعة فردية والله هو طبعا في البداية الحقيقة أنا يعني شرفت أن أنا كنت ضمن الأسازة اللي شاركه في الحوار الوطني اتابع لنقاوة المهن الرياضية برئاسة الأساز الدكتور فاتحي ندى وده جهد كان جميل جدا واستمتعنا كلنا وحسينا أن إحنا جوانا طاقات كان المفروض يعني ندلي بيها أو نترحى على المستوى الرياضي بشكل عام وقطيحت لنا الفرصة دي الحقيقة من خلال النقابة كنت أنا ضمن المجموعة اللي كانت بتتكلم في محورين محور خاص بالمرأة ومحور تاني خاص بمشكلات الرياضة بشكل عام والحقيقة كانت فرصة جميلة جدا أن إحنا كلنا عملنا نوع من العصف الزهني لمشكلات الرياضة والجزء الخاص بالمرأة المصرية والرياضة حضرتك بتسأل على القصة الخاصة بالمرأة المصرية بشكل خاص يعني الحقيقة تكلمنا يعني ملف مهم جدا في ملفات الرياضة المصرية وجهدنا عن المرأة أنها مش بتشارك بشكل كبير في فترة فعلا فعلا وإحنا تكلمنا كمان على أن المرأة هي نص المجتمع وهي اللي بتجهز النص التاني كأم يعني هي أم في الأول وفي الآخر دي رسالتها في الحياة فبتجهز الولاد اللي هم المستقبل بتاع البلد بتاعتنا اللي هم اللي بنستبشر بيهم إحنا اللي جاي فيه إيه الخير اللي جاي إيه فإذا ما كانتش المرأة فعلا مدركة أهمية الرياضة وعندها فعلا ثقافة رياضية حقيقية ووضحة وقوية الأجيال اللي جاية لا نأمل فيهم الخير أبدا وبالتالي لازم نبص بنظرة علمية ودقيقة جدا لوضع المرأة المصرية الحقيقة الوضع لو بصنا له بشكل عام وضع مؤسف لسبب لأن إحنا حتى ما تكلمنا في حيزة الموضوع لقينا أن يعني ابتدينا نتكلم في نسبة السيدات للرجال في المجتمع المصري ولقيناها تقريبا تلاتة الواحد تلاتة سيدات لرجل واحد آه وممكن تكون أكتر شوية طبعا ده عملية خطيرة جدا لما نبقى فوق المئة مليون ونسبة الممارسات ضئيلة جدا وضعيفة جدا والبطلات ضعيفة جدا مش البطلات بس على فكرة البطلات والأبطال من الزكور نفس القصة يعني إحنا المفروض فوق المئة مليون يبقى عندنا على أقل مئة مليون بطل ما يبقى مئة مليون يبقى فيه مليون بطل والتسعة وتسعين مش مشكلة وإحنا أكتر فطبعا تعال حضرتك شوف في الظل بقى العادات والتقاليد في الظل التشدد في ظل الأفكار المتخلفة اللي ما زالت موجودة عندنا في المجتمع المصري حضرتك هتطور رياضة المرأة إزاي ده بالإضافة اللي إحنا برضو إن إحنا طرحنا برضو نقطة مهمة جدا إن بالتركيز في الاتحادات الرياضية لقينا برضو نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارات تكاد تكون فيه يعني اتحادات حاجات بسيطة جدا مشاركات بسيطة جدا من السيدات وده خلانا برضو طالبنا أو تكلمنا من خلال الحوار الوطني والعصف الزهني اللي إحنا قمنا به إن إحنا يبقى فيه كوتة في كل اتحاد رياضي للمرأة يبقى موجودة زيها زي مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليه لأ لازم يبقى فيه نسبة عشان المرأة دي لازم تبقى فيه فعلا لها الفرصة تدلي برأيها لها الفرصة إنها تقول فكرها تحط الأطرحات بتاعتها نغير الفكر المتزمت مهم جدا الكلام ده